بسم الله الرحمن الرحيم جلسة تأمل خاصة بعد الوضعية المستقيم العمود الفقري والتنفس لعدد دورات اشتركوا في القناة تخيل ساعة ذهبية دومها في عقلك اجعلها تدور بشكل دوامة حتى تصبح كرة كرة متألقة متوهشة تحسس نفسك وانت تخرج من هذه الهنيهة من دوامة الزمن من هذه الساعة التي تسرعت فتصبح انت نبضة كونية شاملة موسيقى 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 تخيل أنك تسلو هذا الكون لست مرتبطاً بزمن تسبح في بحر الإيقاع الأبدي تصري لهنسي موسيقى الأفلاك وتغوص في عمق محيط النفس اللانيائي تخيل أنك تسلو هذا الكون نبض الكون الأكبر الذي تكون الأرض جزءاً منه انظر إلى الأرض من الأعلى شاهد الأشعة الهابطة من الكون والأشعة الصاعدة من الأرض تخيل الحزمة الطاقية حول الأرض شاهد الكرة الأرضية وهي تتطور معك ضع الجبال العالية ضمن نطاق رؤيتك تأمل بياضها كيف أنه شبيه بالنور الأبيض يعكس نور الشمس حاول أن تشعر في داخلك صمت الجبال وعظمتها وبهائها شكراً لك شكراً لكم تخيل أنك قوام مثلها جبل كامل من الصمت تقف بجمال وبهاء تقوم قيامة وعيداً شكراً لكم شكراً لكم تصور الأشجار شاهد شعاعها المتألق وانموا معها دع شعاعك الخاص يحفر بعمق إلى باطن الأرض وعلم أن جذورك شبيهة بجذور الأشجار تخيل كيف أن الأشجار تنفذ عنها الأوراق القديمة وتخيل كيف أنك تنفذ عن نفسك عاداتك البالي القديمة وطباعك السيئة وأفكارك السقيمة ومشاعرك السلبية وأنك تتجدد تتبرع مطاقاتك من جديد لتزهر وتثمر بأفكار خلاقة ومشاعر سامية قدسية نبيلة وآراء جديدة فيها كل الخير للجميع هكذا نحن قادرون كأشجار كونية على أن نحمل ثمار الروح الحي بنا لنقدمه مع كأس محبة للجميع انظر إلى الجبال شاهد طاقة الماء شلالات أنهر الوجدان تدفق من الأعالي وهكذا نحن أيضا نتكون بمعظمنا من الماء وإننا قادرون أن نوازن السوائل في جسمنا اشعر بمعمودية يحنى كيف أن الماء المتدفق يطهر نفسك من الشوائب ويطهر سوائل جسمك من كل الآفات والأمراض ويعطيك التوازن الطاق التام لتحفظ وجودك الأرضي فتنمو لتصبح كائناً إلهي تناغمك مع زرقة الماء ستسمو لتصبح كائن السماء من هذا السمو من هذه الرفعة من هذا الجمال من قمة جبل التجلي فيك فيك انظر إلى الناس كل الناس وانظر إلى أشخاص تريد تخصيصهم وأرسل لهم شعام حبة كورومفولي اللون وردي غلف محبيك وأصدقائك وأعدائك باللون القرنفولي الوردي تأمل جسدك وكيف أن النحاة الرباني قد خلقك في أحسن تقويم أعتبره لوحة فنية تمثال حي انظر إلى هالاتك اللونية ومراكز الطاقة المتعددة الألوان انظر إلى مسارات الطاقة فيك بالآلاف بعشرات الآلاف كيف أنها تتدفق بجمال ونعومة ولطف من سيالات طاقة السماء تسريبك التفت إلى الجانب الذهبي من طبيعتك وكن واعيا لقرص الشمس القائم فيك الشمس بداخلك وتصور القمر أيضا فيك فأنت فأنت بقسميك الموجب والسالب الذكري والأنثوي كائن خالد أغطس أغطس بنعومة ولطس مع لون القمر الذهبي المنعكس عن أشاعة الشمس وتصور وتصور كيف أن لونه لوحده فضي أغطس بهذه الأشاعة الفضية الباردة وتأمل الفضاء الأزرق العميق وبهاء النجوم الشمس منبع للنور والأشاعة الذهبية تعكس على كل شيء ترفع حرارة الإيمان التي تحتاج لبرودة الحلم لتعديلها فكلما ارتفعت فيك حرارة العقل حرارة الإيمان حرارة القلب فكر لأن تغطس في الأشاعة الفضية الباردة للقمر فيك أنت التوازن وأنت الميزان أنت كون أصغر أنت كائن خالد أصغي إلى حركات ذراتك وكيف أن كل ذرة فيها نواة وألكترونات وكيف أن الأشاعة الذهبية والفضية تتناوبان على شكل الحركة والسكون والمفيد والمستفيد والموجب والسالب واللون الذهبي والفضي وهكذا فقد وهبنا الله الطاقة البرتقالية لنأكل ونمتص الغذاء فكر الآن بهذا الغذاء غذاء العقل تناغم الأفكار اجعل هذه الأفكار تتسم باللون البنفسجي والروحانية اجعل عقلك يسمو ويسمو فكر بغذاء الروح واشعر وكأن جسدك يتلقى الضوء الشفاف وجه هذا الضوء من أعلى قمة الرأس إلى جميع المراكز الطاقية من قمة الرأس إلى العين الروحية إلى منطقة الحنجرة فالقلب ومنطقة الضفيرة الشمسية المعدي ومنطقة السر ومنطقة القاعدة املأ نفسك كلها بالنور نقي نفسك بالنور اشحن نفسك بطاقة النور والحياة إنك تتنقى وتذوب منك الشوائب ووصمات السوء أخيراً كن ممتناً وقدم شكرك العميق للحقيقة السامية اخلق اخلق لنفسك أجنحة الغبطة وحلق إلى فضاءات الوجود فيك حلق للداخل اتجاه المستوى الأعمق للوعي اسهر نفسك في المعرفة الكلية للروح الواحد في الجميع عندما تلامس عتاب الأبدية عندما تتذوق معنى اللانهاية تنتهي الكلمات وتتوقف الأفكار ولا وجود إلا للصمت الصمت صمت العارفين صمت من لامس الحقيقة بداخلي عمقه الوجداني ابقى هنا ساكنا وكن خالدا إلى الأبد وكن خالدا إلى الأبد خالدا إلى الأبد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة